السلام عليكم ورحمة الله في هذا الدرس سوف نتعلم طريقة رفع فيديو على حالة الواتساب أكثر من 30 ثانية إذن قبل الانتقال إلى الشرح إن كانت لك هذه أول مشاهدة لا تنسى بدعمي بالضغط على زر الاشتراك والمتابعة واللايك ومشاركة هذا المقر إذن تقوم بالتوجه إلى متجر جوجل بلاي ثم تقوم بتحميل هذا التطبيق لن أذكر اسم التطبيق لأنه لربما أنه مخالف لسياسة اليوتيوب وكذلك لسياسة الفيسبوك لهذا تتوجه إلى متجر جوجل بلاي ثم تقوم بكتابة هذا الاسم إذن هناك مشكل في بعض الهواتف لربما قد لا يتم تنصيب هذا التطبيق على بعض الهواتف إذن يمكنك الذهاب إلى جوجل أو متصفع جوجل كروم الشهير ثم تقوم بكتابة اسم التطبيق وبعد ذلك تقوم بتحميله من موقع أبيكا بير إذن بعد تحميل وتنصيب التطبيق على الهاتف تقوم بفتحه بشكل عادي وبعد ذلك تقوم بتضغط على جيت ستارتي من هذا المكان ثم تقوم بتضغط على ألو وبعد ذلك تقوم بتضغط على السمع إذن هناك التطبيق يأمرني بالعمل على إحدى هدين التطبيقين واتساب العادي وواتساب للأعمال أنا في حالتي يوجد لدي تطبيق الواتساب العادي وكذلك تطبيق الواتساب لأعمال في حالة ما إذا كنت قد قمت بتنصيب واتساب العادي فقد سوف يظهر معك في هذا المكان إذن الآن سوف أقوم على سبيل المثال بنشر الحالة على تطبيق الواتساب العادي لهذا سوف أقوم بالضغط على واتساب العادي في هذا المكان وإذا أردت العمل على تطبيق الواتساب للأعمال هذا التطبيق مباشرة سوف تقوم بالضغط على واتساب فور بيزنيس وسوف تقوم بنشر الحالة عليه إذن سوف أقوم بالضغط على باختيار واتساب العادي وبعد ذلك أقوم بالضغط على أوكي من هذا المكان ثم هنا في الأعلى أقوم بالضغط على فيديو إذن هنا التطبيق سوف يظهر لي جميع الفيديوهات المتواجدة على هاتفي إذن على سبيل المتالي سوف أقوم باختيار هذا الفيديو أقوم بالضغط عليه إذن مدة هذا الفيديو 38 ثانية والمدة المحددة لتطبيق الواتساب وهي 30 ثانية إذن مباشرة سوف أقوم بالضغط في هذا المكان ثم تقوم باختيار دائما 30 في حالة ما إن كان الفيديو حجمه دقيقتين أو ثلاث دقائق أو أربعة تقوم دائما بالتحديد على 30 وبعد ذلك تقوم بالضغط على دون إذن مباشرة بعد ذلك تقوم بالضغط على هذا الخيار Fast ثم تقوم بالضغط على Fast هذا الخيار تقوم بالضغط على هذا الخيار Fast من هذا المكان وبعد ذلك تقوم بالضغط على هذا المكان على هذا الخيار وبعد ذلك تقوم باختيار واتساب العادي وفي حالة ما إذا قمت باختيار سابق واتساب بالأعمال سوف يظهر معك في هذا المكان إذن سوف أقوم بتغيط على هذا الخيار أو إذا أردت تغيير رأيك وأردت رفع هذا الفيديو على واتساب بالأعمال مباشرة سوف يظهر معك مباشرة تطبيق واتساب بالأعمال إذن سوف أقوم بتغيط على هذا الخيار إذن هنا مباشرة سوف أقوم بالتغط على حالة من هذا المكان وبعد ذلك أقوم بالتغط على هذا الخيار إذن يمكنك في هذا المكان سوف يظهر لك التطبيق اسمه في هذا المكان يمكنك التغط على في هذا المكان ثم تقوم بحذف اسم التطبيق وكما تشاهدون هنا في الأسفل قام التطبيق بتقسيم الفيديو لثلاثون ثانية وتماني ثواني لأن مدة هذا الفيديو ثمانية وتلاثون ثانية إذن بعد الانتهاء مباشرة تقوم بالتغط على هذا الخيار للرفع إذن بعد رفع الفيديو في حالة الواتساب إذن هذا هو الشكل الذي سوف يظهر عليه يعني ثلاثون في هذا المكان وهنا سوف تبقى ثماني ثواني ولكن بالمثال إن كان الفيديو مدة دقيقة سوف يظهر في الخيار الأول ثلاثون ثانية وبعد ذلك سوف تظهر ثلاثون ثانية في الجلس الثاني ولكن الفيديو يظهر كأنه مقطع واحد إذن أتمنى من الله أن يعجبكم هذا الشرح الشامل ويمكنكم مشاهدة هذه القائمة قائمة التشغيل الخاصة بتطبيق الواتساب سوف تجدون فيها بعض الشروحات المهمة والتي سوف تنال إعجابكم تحيالكم